هذا الانقسام الطائفي يخوفك بحسبة أمنية معينة يخوفنا لازم نخاف أنا وياك أشوفه ذاك يوم قاعد أسأل فهمه أحد الضيوف سويت حلقة خاصة على أكو طائفية جديدة في 2024 غريبة من يوم السابع من أكتوبر لحد الآن تأجزتي ممكن أكثر آسف ما أقصد السابع من أكتوبر هو السبب لكن الحدث يتصال فعلا صايرة طائفية بحسابات أحيانا وهمية وأحيانا حسابات حقيقية يطلعون طائفيين عراقيين عراقيين من عندنا يحجون سنة وشيعة هذا يثير قريحتك كمحل الأمني كخبير أمني ومكن يتطور أكثر طبعا طبعا كمؤشرات أستاذ عبد الرحمن على الأرض كمؤشرات على الأرض اليوم نرى الساحة السورية في انقسام شديد وظهور جماعات جديدة مثل جيش العشار وأيضا تزايد عمليات تنظيم داعش على المستوى السوري وأيضا نرى هناك أيضا توغل تركي وأيضا ظهور خرسان داعش خرسان هذا التنظيم الجديد وأيضا التوترات الأمني وهذا الشيء يجري مع آلة القمع الإسرائيلية تستفاد من هذا هذا التمحور الجديد كل متناغم كل هذا متناغم تتحدث عن نظرية مؤامرة هو ما أخي عبد الرحمن ناتنيوهو كان واضح بعد سبعة أكتوبر قال حرب غزة ستغير المنطقة بالكامل صح هو عنده مشروع هو جاي عنده مشروع يريد ينفذه لا يختصر فقط على غزة هو لا يريد غير نوع من الخارطة لكي يؤمن بما يسمي ويؤمن المجتمع الإسرائي هذا اللي دايس عائلة وبهذه الأدوات ظهور السيد علي السستاني بأحدى القنوات وأحدى الغرض من النوع التحشيد الطائفي وأيضا لانقسام المجتمع حول هذا الأمر وأيضا هو محاولة لجر بعض الفصائل لإيجاد حجة أيضا من الاستمرار بالضرب استهداف الكيان الصيوني هذه نقطة النقطة الثانية من المستفيد اليوم نأخذها استراتيجيا من المستفيد من وجود جماعات مسلحة في لبنان وفي سوريا وفي العراق من المستفيد الأكبر؟ المستفيد الأكبر نظامين وهو إيران وإسرائيل كل نظامين الإسرائيليين بحجتهم لهذا مستمرين بالحرب مستمرين أيضا باستمرار الدعم المالي والتسليحي من أولاية المتحدة الأمريكية ودول غربية وأيضا إيران مستفادة من هذا النموذج من أجل مصالح استراتيجية ومن أجل أن تصل إلى حد إنتاج القنبلة النووية واضح جدا ترجمة نانسي قنقر